السلام عليكم ورحمة الله وبركاته نهاردة نتكلم في حلقة من الحلقات المميزة جدا ونعرف خلالها أهم الاستخدامات لوف ليبل أو الغير شائعة لتمن أدوية معروفة في الصدلية بريت لو أنت لسه أول مرة تفرج علينا هتنساش تعمنا تدوس لايك تعمل سبسكرايب لقناة تدفع على زر الجرس عشان تصارك الفيديوهات الجديدة أول ما تنزل على طول ويلا بينا نروح على الأدوية وأول مادة فعالة معنا وهي الدوم بريدون والمادة دي هنلاقيها موجودة في أصناف زي الموتيليم والموليمين والموتينور وبالنسبة لهم فدول بيستخدموا في الأساس لعلاج النوزيا والفومتينج أو في حالات القيء والغسان أما بالنسبة لإستخدام الأوف ليبل أو الغير شائعة لهم فدول بيستخدموا لزيادة الملك بروداكشن أو زيادة إفراز اللبن بالنسبة للسيدات والسبب إن مادة الدوم بريدون بتشتغل كدوبامين أنتاجونست بمعنى إنها بتوقف عمل الدوبامين وده بدوره هيزود من تأثير البرولاكتين وهيزود من إفراز اللبن نيجي للمادة اللي بعد كده وهي الفوليك أسد والفوليك أسد هتلاقيه موجود في أصناف زي الفوليكاب الفوليك أسد والفولي راك ودول طبعا بيستخدموا في الأساس هو قاية من النيوروليجيكال مالفورميشن بالنسبة للأجنة وده بيكون بوصف طبيب النساء للحوامل أما بقى بالنسبة للاستخدام الأوف ليبل أو الغير شايع عليهم فهو أن دكتور الزكورة ممكن يوصفه لراجل عشان يقلل من الرزق أو من خطر الكروموزومة الديفكت وده لأن الفوليك أسد بيكون نيدور في تخليق الDNA حيث أن لو في ديفورمتي للسبيرم سيل فالفوليك أسد هيحله نيجي للمادة اللي بعد كده وهي الديكساميسازون وده هتلاقيها في حوان مشهورة جدا وهي الديكساميسازون صوديوم أو الإبدرون أو الفورتاكورتين بالنسبة للاستخدام الأساسي ليهم فهم بيشتغلوا كأنتي انفلاماتري وفي حالات الأليرجيك راكشن يعني في حالات الالتهاب والحساسية أما بالنسبة للاستخدام الأوف ليبل ليهم أو الغير شائع فدول بيوصفوا للحوامل كوقاية للطفل من الريسبيراتوري ديسترس وده طبعا بيكون بوصف طبيب النساء وهتلاقيها معروفة في الوصف الطبي باسم حوانة الرئة نيجل للمادة اللي بعد كده وهي التوبرا ميت والمادة دي بتكون موجودة في أوراس التوبا ماكس التوبرا ميت والكون فيبان وبالنسبة للاستخدام الأساسي ليها فهي بتوصف لعلاج الإبليبسي أو لعلاج الصرع أما بالنسبة للاستخدام الأوف ليبل أو الجير شائع عليها فهي بتوصف للميجرين أو التخفيف من نوبات الصداع النصفي لغير إن في أبحاث تأملت عشان ممكن تستخدم قريب لعلاج السمنة والتخصيص نيجل للمادة اللي بعد كده وهي الكلوميفين والمادة دي هنلاقيها موجودة في أصناف زي تيكنوفيولا والكلوميد والكلوميفيرد والمادة دي اللي الاستدام الأساسي ليها هو بمعنى إنه بيحفز من عملية التبويض عند السيدات اللي بتعاني من عقم نتيجة وجود خلل في عملية التبويض عندهم أما بقى بالنسبة لاستدام من الأوف ليبل أو الجير شائع عليه فهو ممكن يوصف للرجالة اللي عندهم أليجو سبيرميا أو قلة عدد الخيوانات المنوية فدكتور الزكورة ممكن يوصفه المريض علشان يزود من عد الاسبيرمز عنده فأن الدواء ده بيكون نيجل للمادة اللي بعد كده وهي التدلافيل والمادة دي بتكون موجودة في أعراس معروفة وهي السالس السايلونج والأريكتاليز ودولي الاستخدام الأساسي لهم هو الأريكتال ديسفانكشن بمعنى إنه بيوصف للرجالة اللي عندهم ضعف في الانتصاب أما بالنسبة لاستخدام الأوف ليبل أو الجير شائع عليه فهو ممكن يوصف للتخفيف من أعراض البناين بروستاتيك هايبربليزيا أو تضخم البروستات الحميد واللي من ضمنها صعوبة التبول وعدم إفراغ المسانة بصورة كافية نيجل المادة اللي بعد كده وهي السالبيوتامول ودي هتلاقيها موجودة في أصناف زي البنتولين السالبوفنت والأكتفينت SR والاستخدام الأساسي لهم هو برونكو ديليتورز أو موسعين للشعب الهوائية لأن المادة دي بتشتغل كبيتة أجنست أما بالنسبة للإستخدام اللي غير شائع عليهم فهم ممكن يوصفوا في حالات البريماتيور ليبر أو حالات الولادة المبكرة وده لأن السالبيوتامول يعمل ريلاكسيشن أو ارتخاء لليوترس مصل والاستخدام ده مش شائع عوي لكن دكتور النسا ممكن يلجأ له في حالات معينة آخر مادة معنا وهي الأصال سلسالك أسد ودي هنلاقيها موجودة بعراس الأسبرين والأسبوسيد والجوسبرين والاستخدام الأساسي لهم بيشتغلوا كأنتي بليتلتس عشان يزود من السيولة بتاعة الدم وده بالنسبة للتركيزات المنخفضة منه أما بالنسبة للتركيزات العالية فبتستخدم كمسكن زي الريفو بالنسبة بقى لاستخدام الجير شائع عليه فدكتور النسا ممكن يكتبه بجرعات صغيرة خلال الحمل عشان يزود من البلاتساب لاي ويوصل لجزة بشكل سليم للطفل وعلى رغم أن الأسبرين بيكون كاتيجر السي في الحمل لكن ممكن يوصف بجرعات صغيرة خالص ما يكونش منه أي ضرر وبكده نكون عارفنا أهم الاستخدامات الجير شائعة لبعض الأدوية ولو حايت تشارك في اختيار الحلقة جديدة تقدر تكتب لنا تحت في التعليقات وأتمنى تكونوا استفدتوا واستمتعتوا بالحلقة دي ولو عجبتكم تسوش تعملوا شير لها لأن ده بيسايم في ناشة الحلقة لأكبر عدد من الناس وناس تانية تقدر تستفاد منها في النهاية سبحانك الله وحمدك شهدو أن لا إله إلا أنت استحبارك وعطوب إليك والسلام عليك